مرحبا معكم مات واتسن من كارواو ها قد جئت لسنتر أوف اكسلنس لميرسيدس بينز المكان الذي يأتي إليه الناس لتحديد واختيار دي ام جي اس وميرسيدس مايباك قد جئت لأتفقد هذه السيارة إنها ميرسيدس مايباك جي الاس 600 الجديدة وهي ميرسيدس مايباك سيو في الأولى من نوعها يبدأ سعرها من 150 ألف إلى 250 ألف جنيها في هذا الفيديو سأشرح لكم لماذا تبلغ هذا القدر الكبير من المال لشراء سيارة جديدة عليك بكارواو وفريقي سيساعدك على إيجاد سيارتك الثالية الجديدة بسعر مناسب كارواو موقع مقارنة شراء سيارتك الشاملة لنبدأ بالتحدث عن الهيكل الخارجي حيث أن العنصر المميز لهذه السيارة والذي لم يتواجد بأي سيارة ميرسيدس اي سيو في أخرى منذ انطلاق إيميل عام 1997 وهي كالثالي انظر لديك هذا الشعار المميز لمرسيدس وهو النجمة الثلاثية الزوايا في الأمام وأيضا اسم مايباك المحفور مع لوائح الكروم المميزة لميرسيدس وهناك كروم أكثر هنا وهذا الجزء مصنوع من البلاستيك وأعتقد أنه يجب أن يكون كذلك لأنك لو صدمت شخصا بها فستقوم بسحقه ولديك هنا في الجانب كروم أكثر وأيضا في الأسفل عند العتابات مقابد الأبواب وحول النوافد فالآن كمعيار ثابث لديك عجلات ألومنيوم مقاس 22 بوصة بالرغم من أن هذه هي 23 طرازات المستحدثة المصنوعة من الكروم وهذه الشفرات تشبه تلك الموجودة في الشباكة الأمامية المحفور عليها اسم مايباك شيء آخر مميز في هذه السيارة وهو لوح هوائي متحرك يهبط تلقائيا عند فتح باب السيارة هذا يجعل صعودك للسيارة أسهل وعندما تغلق الباب لتقود السيارة إلى لقاء أيها اللوح الطيار إنها ميزة مثيرة وتابتة سأقول لكم ما هو الغير ثابث هو مخطط طلاء ذو اللونين بالباب والذي يكلف 17 ألف جنيه فشكله النهائي مذهل وهو يمتد حول السيارة بأكملها في الخلف لديك الشعار الخلفي لمايباك الذي يبدو جميلا جدا وهنا في الخلف يوجد بعض الكروم كما يوجد اسم مايباك وجيل الستمائة وما يميز مايباك في هذه الميزة الكلاسيكية حيث توجد هذه الشفرة عبر هذا الأنبوب هناك وهذا الأنبوب هو ظاهري فقط فهناك أنبوب حقيقي يتواجد بالعمق هنا في الداخل إنها سيارة ميرسيدس هنا في داخل السيارة قام المصمم بأرجاعها كمحل تجاري في الفندق لأنها هنا تبدو كتجربة حصرية فلديك جلد نابا الناعم ممتد على الأبواب وعلى لوحة القيادة ولديك أيضا جلد نابا الأبيض الرائع الممتد للسقف حيث يغلفه والذي لا يجب أن أحكه لكي لا يتلوت بيدي المتسختان فهو يكلف 30 ألف جنيه وكمعيار ثابت من مايباك ستحصل على عجلة قيادة جميلة وأحب فكرة تواجد الخشب عليها في العادة لا أفضل وجود خشب على عجلة القيادة ولكن هذه فعالة هنا ووجود خشب على هذه اللوحة حيث أنه فعال هنا أيضا فهو مصمم ليحاكي هذا النوع من الخشب الذي يمكن أن تجده في اليخوت الضخمة لأن في الغالب الأشخاص الذين سيشترون هذه السيارة سيكون لديهم هذا النوع من اليخوت وهنا بالأسفل لديك حامل الأكواب الذي يمكنك من تبريد الكوك الخاص بك وليس ذلك النوع الآخر كما يمكنك أيضا تسخين غاوتك ستجد شعار مايباك حيث المكان الذي تريح فيه معصمك عندما تستخدم نظام الترفيه المعلوماتي لديك هنا بذالات معدنية عليها شعار مايباك جميل وهنا في الأسفل تجد سجادات سميكة ستحتاج هذا إذا كنت ستواجه أشياء مثل وأيضا في الأسفل ستجد لوحات النزول المطبوعة عليها اسم مايباك الشيء الوحيد الذي لست متحمسا له هو هذا المنظر في محدد الغيارات الذي يشبه الطراز الأول ولكنهم حاولوا تطويره بوضع بعض الكروم هنا وهنا ولكن كان ما زال عليهم تغطيته بالجلد وصنعهم من أونيكس عادة الجيلس بها سبع كراسي لكن المايباك بها أربعة أو خمسة كراسي فقط وهذا يعطيك مساحة إضافية لتمديد وإراحة قدميك فهي تشعرك بالرفاهية للغاية وهنا حتما ستلاحظ هذه الإضاءة الزرغة والتي يمكن أن تغيرها لأربع وستون لونا مختلفا ويحيطك من الخلف بعض الخشب أيضا فستشعرك أنك جلس في الشرنقة داخل سيارة وإذا كانت لديك رغبة في التمدد فيمكنك الضغط على هذا الزر حيث أن الكرسي الأمامي سيتحرك بعيدا حيث يمكنك مذ قدميك إلى الأمام حقا لا أريد وضع قدمي على الكرسي الأمامي لأنه مغطى بالجل الأبيض الباهذ الثمن والآن يمكنني احتر وسادتي والشعور بالراحة حقا ويمكنك شعور بكونك محدود فلديك ثلاجة هنا ولديك مشروب الكوكاكولا الخالي من السعرات عادة ما لديك شامبانيا لأن هنا يوجد كؤوس الشامبانيا التي تتوفر على حامل خاص بها لذا ضعهم هنا هكذا حتى لا يسكبون إذا تعرقلت السيارة في شيء ما ويمكنك حملهم بسهولة بمجرد رفع ملي أعلى السيارة مزودة أيضا بجهاز لوحي تابلت لكي تتحكم بجهاز ترفيه المعلوماتي من المقعد الخلفي إدارة أنت فقط تضيء الجهاز فهو جهاز لوحي من إنتاج سامسونج لا أكثر وتستطيع ضبطه لكي تحصل على شاشة 12 بوصة خلف المقعد الأمامي من المضحك أن تعتقد أن كون هذه السيارة تكلف 250 ألف جنيها وهناك أيضا خاصية التدليك في الكرسي والحمد لله لأن مايباك جيلس بها باب خلفي يعمل بالكهرباء وأيضا لديها شريط صحب كهربائي يمكنك من جر حصانك للسباق وأيضا حقيبة السيارة إنها جميلة في كيفية تصميمها وتزويدها بالعناصر المعدنية وأيضا لديك جلد هنا هذه الحقيبة تسع 525 لترا إذا لم تضم ثلاجتك معك ما يدعو للإزعاج هو أنك لا تستطيع ثاني المقاعد الخلفية الآن وذلك بسبب أنك أغلقت الحقيبة لكي تقلل من الضوضاء داخل السيارة وحتى هذا الغطاء المنخفض فهو محاط بمادة عازلة الصوت فانظر لهذا هناك كم من المواد العازلة الصوت في السيارة GLS مقارنة بأي سيارة عادية وبها زجاج مزدوج كمعيار نساسي وليس هذا فقط فأنت ترى أن ميرسيديس قد فعلت الكثير بنظام التهوية في هذه السيارة تجعله هادئا بقدر المستطاع المراوح في الحقيقة متبتة بطبقة مطاطية لكي لا تسمع أي اهتزازات داخل السيارة وأيضا هذه القطبان فهي مغطاة بمادة خاصة لكي تسمح للهواء بأن ينساب من خلالها دون أي ضوضاء أو ضجيج في الحقيقة نظام التحكم بالمناخ متطور للغاية في التقدم فإنه يستخدم مجسات من الخارج لتعرف كم من ضوء الشمس سيدخل من خلال السطح وكم من شخص يجلس بالداخل وكل هذه المعلومات سيتم استخدامها للتأكد من أن درجة الحرارة ستظل كما تم ضبطها وأيضا في الخلف هناك نظام تدفئة تحت أرضية السيارة هذا فاخر جدا هذه قد تبت الجيلس الأكثر غلاءا ولكنها ليست الأكثر صلابة في الحقيقة إصدار الـ AMG بقوة 612 حصان في حين محرك التربو مزدوج 4 لترات في هذه ينتج فقط 558 وبعزم 730 نيوتون متر وهي جيدة لسرعة 60 في 4.9 ثانية ففي اعتقادي هي مناسبة كفاية لمعظم الناس هذه السيارة لديها 48 فولت مزود للطاقة ولديك مولد متكامل يشبه قليلا من المحرك الكاربائي الذي يستطيع أن يضيف قوة الدفع بمقدار 252 نيوتون متر إذن فالمحرك يستطيع أن يشغل العجلات الأربع عن طريق ناقل الحركة إلى 9 سرعات ونظام الدفع الرباعي يستطيع أن يرسل إلى ما يصل إلى 100 من الطاقة إلى العجلات الأمامية والخلفية مؤتمدا على ما تريده المحرك نفسه يمكن أن يطفئ نصف أسطواناته أثناء التحرك بالسيارة ليساعد على حفظ الوقود على الرغم من أنك ستحصل على 20 ميلا لكل جالون ولو كنت من محبي موسيقى ولغاني فإنك ستحب هذه السيارة لأنها بها كل شيء أساسي نظام الصوت بيرم ميستر متطور لدرجة أنك ممكن أن تدفع 4000 جنيا كثمن إضافي لتطور من نظام الثلاثي لأبعاد المحيط بك الذي يحتوي على 27 سماعة منفصلة 24 قناة تدخيم مختلفة و 1600 وات من الطاقة حتى أن بها نظام الفي عي بي لتركيز الصوت على مقعد معين المقعد المريح بالنسبة لك بالطبع الراحة هي عنوان هذه السيارة لهذا يوجد بها نظام تعليق هوائي كمعيار أساسي أيضا أثناء القيادة يمكنك اختيار وضع خاص بمايباك ما يفعله هذا هو أنه يضع السيارة في وضع مريح أكثر أي أنها تنطلق من وضع الوقوف إلى تحرك باستخدام الغيار الثاني بكل سلاسة فهي تركز معظم راحتك في الجزء الخلفي أكثر من الجزء الأمامي يمكنك أيضا أن تحصل على نظام تحكم فعال يعرف بمرسدس إي وهذا يستخدم كاميرا لتعرض لك الطريق الذي أمامك فهي ترصد أي مطبات كما تستطيع أن تحرك العجلات إلى الأعلى والأسفل باستخدام السائل الهيدروليكي في المخمدات بل أنك لن تشعر بوجودهم إطلاقا بالإضافة يمكنك أن تجعل السيارة وكأنها ترقص وهي تابتة وهذا مثال على ذلك هذا يدعو للمراحب الطبع فإذا كان لديك هذا النظام بسيارتك يمكنك أن تحصل على خاصية أخرى تدعى منحنى كورف والذي تجعل السيارة مائلة مثل الدراجة النارية أنا شخصيا لم أحب هذه الخاصية فهي غريبة بعض الشيء ما ليس غريبا هو أن ميرسدس قامت ببناء أوبر إي سيوفي مرفع ولكن إن كنت في المتجر يوما ما لشراء مثل هذا الشيء فإنك على الأرجح ستتوجه إلى بنتلي بنتايغ أو رولس رويس كوليناري أخبروني في التعليقات بالأسفل إن كنتم قد استمتعتم بالفيديو من فضلكم انقروا زر الإعجاب وعطوني أي تعليقا بأي فيديو آخر تريدون منا أن نقدمه إذا أردتم أن تشاهدوا بعض الفيديوهات الأخرى وانقروا على هذه النفذة وإذا ضغطتم هنا على هذا الصندوق سوف يمكنكم من تحميل تطبيق كارواو فهو مجان بالكامل يمكنكم من استخدامه للإعجاب والتعرف على كل تقييماتنا وأن ترى كم يمكنك أن تدخل من المال عند شراء سيارة جديد عادة يمكنك الذخار 3600 جنيها وأيضا هذا التطبيق به خاصية قراءة أرقام لائحات السيارات يمكنك من مسح أي رقم وستعرف كم يبلغ ثمن هذه السيارة فحملوها فهو مجان بالكامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر